مع كامل احتراماتي للمستشفيات العمومية نخص بالذكر مستشفيات القصرين وصبيتلة وعزيزة وعثمان هذه اللي ننظر الذوم اللي جربت عليهم يعطيك الصح اما يسمعوا فيك المديرين بتاعهم انا منذ بيه يبدأوا يتفرجوا يسمعوا خليتوصل المعلومة كان حاجة ناقزة يتلهيوا بيها بالنسبة ليناء من عبر عليهم كان اسمها من موت البطيء انت في الموت البطيء تحسرها ريت هوم هوم يقتلوا في الانسان عارك بالعيب وانت شنو تحسر تيقع تصدقني سي عبدالرزيق من العيد الكبير وانتي جي ريقد يظر لي 4 مرات في السبيتار ويرقدوك في السبيتار السبيتار ما عندو ما يعمل لك خلاعنا في القسر مش عاني هيك يترقد ما يعطيوكش حاجات ريتو شنية تشري ببارفالغان فما زر ريقدو هالك يعلقو لك سيرام يعطيك ورقة متاع دوية يا معتاك دوية خلاعتيلك تهايك ورقة تآخر مرة في السبيتلة كي نحكي لها قلت لها ري ري مأتي ما تتحمل حد شي ساعات ماء شربة ماء تقلقني أه تقلقك معتاك دن الكل لا هي اسمعني شقاش قتل عطتني زوزة دويات قتل تمشي تشريها من فرماسي شنية دوية دوية الاخرين يذاية تغليف معدة والدوية الأول قلت لها رو عندي دوخة وعندي راجة ومنها جي مش نمشي ايه منشيش برشة عشتين عشتين ميتو ايه يزل من ارتاح قلت لي اجرب الدوية ذاك ما كانش يرجع عنا توقيت تحكيل كذي ما زالت اوخذ الدوية وما زال يبدو عندك فيه ثاقة كان مامشيش معاك ارجع عنا هي لكن جرب وانتش ما نجرب معناها هي تجرب توا انا احاكي لها راني هزيت لها الدوسي متاعي راه راه ومش شكيك راه راني قلت لها ها ها هو الدوسي اعطيتها الربار متاع سكانير السيدين متاع سكانير معناها باش تفهم الينا واش عندي بالضبط واضح نورمال ما باش كي تعطيني دوية مش تقول لي يجرب ورجع لي واضح انت شروه تخدم عامل يوم مش نخت شكونت تخدم كمان مام مرماقة هوا كل مرة كيفيش وين وصلت في الدراسة انتاعك خمسة ثانو خمسة ثانوية القديمة معنا القديمة ايه ثانوية مش نصينا مادو بعض ايه وعلي ما خدمتش خدمة اخرى وقت خمسة ثانوية في الزمن اذاك كان عندها تدور مام اللي غالب ما عندي ما نقول لك ما عندك ما تعلق فما تقصير منك لان بنت اكيد اكيد تقصير منك اكيد تقصير منك خلت في معاملت خلت ماملت سوالي قديش عمرك انت 44 44 400 سنوية المرض شنو ابدل فيك كيفاش كن اقل شي قصت 40 كيلو 40 كيلو اقل شي قصت 40 اقل شي وليس تشهد بهذا في بطبيعة الاستكشاف متاعه عام وشهرين لكني نجم يكون هو معناها قبل اي قبل بابعامة قبل اكثر ما نعش الاشكاليوين الاثثر علي انو المشي كنت معاش النجم نمشي ما عادش النجم تمشي اه ما نعديش ثلاث ايام وإلا وحالتي تتعكر يلزمني نمشي للسبتار وسبتارات غادي ماي معروفة بطلوك شوية سيروم بارفالجون النقطة برجع الاصطار وترجع تتحسن شوية ومبعد تتعكر مرأة ثلاث اي اربع ايام تتعكر حيلتي مسئلتش طبيبتك شنو ولا علاج خانا قابلتها حتى مش نسئلها ما قابلتاش حتى مش نسئلها صحيح بش نكون صادق مع نفسي صادق مع الناس كل ايه خرون ديفو نير راتيتو راتيتو اللي اسباب السكانير سكانير البرا غيلي ما عنديكش حقه غيلي بتبيع قدايه سكانير سكانير يتكلفه ستمية واش ببرا ستمية واش قاعت من تبعه ونتي متخدمش بتبيعه بتبيعتي هين اللي العندي مع العوج في تبعه معاتها واحد ما يعمل سكانير يموت الخطر وما يخدمش الحصيل وما يلقاش يكون يعمل له سكانير وما يلقاش والله العظيم شيء أسف والله شيء أسف تبعت السبيطارات عملتها بعد شهرين واش سكانير هذي المرة الوحيدة الراتيت الروندي فول الدكتور هذي البيق يقول ما فاميش هاي راتيت ما عندكش بشتراتية اذا ما عندكش فلوس بشتراتية تي متزوج خويا؟ لا لا تعيش معاش كوت تعيش ان خيلتيك اهو ها؟ عندي خيلتي رجل هتوفى وما جبلش صغار تعيش معاي بوك وكل متوفين بابا واما يقول متوفين بوك واما يكونوا من بعضهم؟ اي لا لا بابا متوفي 97 واما متوفي 2020 يكونوا من بعضهم؟ نعم يكونوا من بعضهم؟ يكونوا من بعضهم عندكم في العائلة أمراض؟ شكونا؟ شكونا؟ انت ذاي المرض الوحيد؟ لا 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 عن مرض الدم اما بالنسبة للأمراض الخبيثة ما عنيش جنة ما عندكمش اه في العرشين بلغة أخرى أول حالة أول حد؟ أول حالة هي عندنا اه انت جيت للمسامح ديمة كريم بشتواجه نداة وانا قبلت النداة متاعك بطبيعة؟ الله يرحمه شو تحب تقول؟ شو في الأخير شو تحب؟ شو تحب يانس تبلغوا انتي؟ لو المشاهدين اللي تبلغوا كل شيء انا عمري 44 سنة عمري ما دقيت البيب لا على الوحدات المحلية ولا على الوحدات الجهوية ولا على الوحدات الوطنية وطلبت خدمة ولا طلبت مساعدة ذي عمري ما طلبتها عمرك؟ عمري ما طلبتها جيت بش نطلبها اليوم نخص بالذكر الحكومة من تونسي من حق المدويت يظهر لي اي وزياد الصحة وحتى سيد قيس عيد رئيس الجمهورية اي انا نطالب ان يسرعوا لي بالمدويت ما عندي ما طالب حد شيء هذا هو الطلب ما عندي ما طالب ما نش طالب حد شيء ويظهر لي ما هي شيء من حقي انا كمواطن تونسي نحب نديره ويا حب ذا ويا حب ذا ويا حب ذا يجنبوني اسبيتارات العمومية هذا بطبيعي اذا امك اذا امك ما فهم اسبيتارات عندها في تونس عندها قيمة نعرف عزيزة عثمانة معروفة لدى الجمهورية كاملة اني مختصة عفاكم الله في سرطان الدم لكن رأي تركب في سرطان اخر تركب في سرطان اخر افهم انت عام وشهرين حبروشها ما كليت ومرض خبيث ويعرفوه اللي هو ينتشر به نمشي معاكلة بعد من هك فماشي طبيب مرة قال لي الحاجة دي كما تاكل هايش رو رو يطور في انتشار المرض قد تركش ولا ما جملة في محطة نصايع ووليت ندخل على الانترنت ونشوفوا شنية الحاجة لتساعدني شنية الحاجة لما تساعدنيش شنية الحاجة وليت نتبع شنية الحاجة اللي هي تطور من انتشار المرض هذي وشنية الحاجة لتساعد وشنية حاجة ما تساعدوش وليت نتبع على الانترنت ما عايش نتبع في طبيب ولينا كل شهر نجي ساعات مرتين العزيزي عثمان واضح يانس شنو تتمنى انت في حياتك تطور والله ما عندي كان أمنية وحيدة ما عندي حد شي اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى يطلب كان العلاج متاعه من مرض خبيث يقول اللي الأطباء المشرفين عليه والكلام على مسؤوليته طبعاً انه ماهتموش بالحالة متاعه أو بالصحة متاعه ويستدل انه ماعطوهوش شنو يعمل مع انت صحياً شنو الدواء اللي ياخدوه هل فم علاجات بالكيميائي هذا الكل ما فماش ويقول انه انك بش تحكي مع طبيب في تونس او في مستشفى يقول اصبح صعب يعني ديما مزروبين ربما نعذرهم لانه الاكتظار برشا على المستشفيات العمومية لكنه يقولك انا في حالة خطيرة والمطلوب انه نتلقى العلاج ومن حقيقة تونسي نتلقى العلاج انا نتمنى انه المسؤولين على الصحة في تونس انهم يسمعوا هذا الصوت صوت يانس ويعونوه على الاقل اذا كلمه صحيح 100% او كلمه صحيح 50% المهم في هذا الكل انهم يقفوا الى جانبه يساعدوه هو مريض سرطان مرض انتم ما تعرفوا اكثر منه اللي هو مرض صعب ويتطلب العلاج بسرعة يقولك من من 2023 اكتشاف المرض لليوم يعني ما فماش رعاية صحية اللي تنقذ حياته عمره 34 سنة لكن هتراو فيها على شاشة هلفزة طبعا يقولك وزني طاح 40 كيلو تغيرت ملابح وجهه نتيجة المرض ما عادش ناجم يمشي بالقدي لابد انت ما زال حبينا ولكراهنا ما زال في الشباب متاعه والمطلوب رعاية صحية لاكثر ولااقل يانس نشكرك على حضورك معنا ان شاء الله يكون صوتك يصل لمن يهمه الأمر وان شاء الله تتلقى العلاج اللازم وتتحسن صحتك وراوك في وضعية صحية أفضل مشكور ومشكور على قبول الدعوة نشكر الناس كل نسكل الجمهور ويرحم بوك سيا عبد الرزيك شكرا مشاهدين الكرام ولا فاصل ثم نعود للبسامة هنا خريج